السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا اهلا بحبيب الحلوين طبعا احنا لنا فترة طويلة غايبين راجع لكم باكبر وصفات واجمل وصفات كل سنة رب وانتو طيبين واحنا طيبين واما العربية كلها بخير وبعود الايام ويلا بينا نشوف اول وصفاتنا النهاردة في شهر رمضان الكريم اللي هو طاجن الكفتة بالبطاطس ما شاء الله وصفة جميلة اقتصادية حتشرفك وسفرة رمضان ويلا بينا حشفها نعملها ازاي يلا بينا ويلا كده نشوف مقدير وصفتنا النهاردة عندي ثلاث حبات من البطاطس واثنين عدد بصلة متوسطة فلفل اخضر ربطة كوزبارة خضرة وراستوم عندي وربعمية وخمسين جرام من اللحمة يعني بيش مكملة نصف كيلو والبهرات عندي خلطة الكفتة وفلفل السود وملح وبهرات مشكلة كمان حبدأ دلوقتي ان انا اخلط ده كله في الكبة على طول وان شاء الله هنعمله في الطاجن الجميل اللي انتم شايفينه ده بنزل على طول كده في الكبة الحلوة بتاعتي كده باللحمة المفرومة وبنزل عليها بربطة الكوزبارة الخضرة والبهرات والبهرات اللي ما احنا شايفين وكمان دلوقتي حعمل ايه؟ حينزل بالبصلتين او البصل اللي هو متوسط الحجم بقطعها كده تقطيع عشوائي لان كده كده حيتفرم في المفرومة عندي اهو وعلى طول كده بشغل الكبة عليها وافرمها فرم ناعم زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن ريحة الكفتة بسم الله ما شاء الله من قبل حتى ما تستوي الريحة جميلة جدا ريحة البهرات مع اللحمة المفرومة مع كله ريحتها وهي لسه نية ما شاء الله عليها بنزل كل الخليط اللي عندي زي ما انتم شايفيني كده تحنها تحن ناعم وبنزل كل الخليط اللي عندي بنزل كده اللي هو كل اللي في سكنة المفرمة وبدأ برش رشة زيت خفيفة وباده نقيدي برضو عشان اصبع كفتة زي ما تحبي صبعيها صابع كبيرة صابع صغيرة دي حاجة ترجع لك اهو حاب ان انا اشكل كل الكمية كده وانا هو بسرع كده في المقطع علشان ما اخدش من وقت حضراتكم لغاية كده ما خلص كل الكمية اللي معايا الكفتة ريحتها ما شاء الله تبارك الله حلوة جدا بتهين ايدك ده من زيت كده وانت بتصبع الكفتة علشان تنجز معاك في ايه في تشكيل الكفتة وتخلاصي اهو زي ما حضراتكم شايفين كده الكمية على اخرها وقادي نتيجة ايه ربعمية وخمسين جرام من اللحمة يعني ما شاء الله كمية ونسبة جدا دلوقتي الخطوات اللي جاية هنعملها ايه بقى حاجي اننا هقطع الخضار عند البطاطس قطعت البطاطس وهو الطماطم وعندي هو الخضرة والفلفل الاخضر وكمان بقلي البطاطس المكعبات دي نصف الية مش بسويها تسوية كاملة وفي الكبه بنزل بالتوم عليها كده معلقتين سلسة محترمين وشوية زيت والبهرات وكمان حنزل عليها بكوباية مية 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 الشاي العادي ده تمام واضروبها دربة كده محترمة في الكبه واجيب الطاغن اللي عندي بدهين ودهنت سامنا محترمة كده وبنزل بكل المكونات مع بعضها ايز ما احنا شايفين اهو وكمان بالخلطة اللي انا عملتها في الكبه اهو وبقلب كل المكونات الريحة فزيعة ما شاء الله كانت الريحة حلوة جدا جدا من وهي نية قبل حتى التسويق وبرس بقى صابع الكفتة اللي عندي بالشكل ده زي ما انتم شايفين وجهزنا الطاقن بتاعنا الجميل وهندخله على طول الفرن على فرن سخنة كده ياخد كده حوالي نص ساعة يعني ساعة ربع بيكتير لو البطاطس تحتك حطيها نية من غير قلي تاخد اكترا من كده وهو الطاقن بتاعنا الحلو ده شايفين ما شاء الله حاجة حلوة جدا جدا ما شاء الله وزي ما حضرتكو شايفين بسم الله ما شاء الله شكل الطاقن يفتح النفس حاجة ما شاء الله عليها جميلة حلوة وصحية جدا لان تقريبا كل الطاقن كده اتعمل از ما نقول احنا نية في نية سوى ما شاء الله ادركت السوى سواء كان الكفتة او البطاطس حاجة حلوة ما شاء الله جميلة فخر من الاخر ده ينفع تعملي طبق رئيسي على سفرة رمضان او طبق جانبي زي ما تحبي المقادرة سهلة واقتصادية جميلة جدا شايفين يا جماعة ركت السواء ازاي حاجة ما شاء الله وريحة حاجة تاني خالص وانتظرونا ان شاء الله في صفات تانية اجمل واجمل ما تنسيش بقى اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا كل الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته